بتقولي انو الحياة هي مسرح واضواء ووهم هي مسرح حقيقه الحياة اللي بتجسطه عالمسرح هو من واقع الحياة انت بتاخد اشياء من الحياة حتى عالتليفزيون او بالسينما عم تاخد اشياء سايرة بالحياة وعم تفرجيها بصورة او بشكل ما عالمسرح بس هي الحياة هاك هلا فيه فيه قوانين بالحياة انو الانسان لازم يكون عنده عمل لازم يتجواز لازم يجيب ولاد هاو دي اشياء وقعية هاو دي اشياء مخضرة لقلو وبيعطوه فرح يمكن او بيعطوه تعاسي ما بتقدر تعرف لانو ما بينجح الانسان بكل شي بس فيه ناس عندها بين داخلها تطلعات ابعد من هالاشياء هاي دي بتحس انو ازا ما حققتها فيه عندها تعاسي فيها وين الوهم بالحياة كل شي وهم لانو لما بترجع لواحدك من عشية انتي بتبقى مع ذاتك لوحدك لوحدك السعادة وهم والتعاسي وهم وبدك تنبش على هالحقيقة من هالوهم لانو لما بتكون لوحدك بتنتهي من كلها الاشياء كنت بالماضي هيك بالاضواء يعني بفترة الشغل بفترة المسرح اليوم رجعت كمانا يعني رجعت الناس تعرفيك فيه اجيال رجعت اتعرفت عليك بس بفترة ابتعادك وبفترة مرضيك وبفترة المعاناة اللي عشتيا افتقت لها الاضواء افتقت لها الشهرة او هيدا شي ما كان بيعني لك اساسا شوفي لك شو هي الشهرة انو انا هلأ مش مبسوطة بالشهرة مش الشهرة اللي عم تعطيني سعادة نحنا شغلنا التمثيل هو هوية او فن انا بتسلى بالشغلي اللي ما بكون عم بشتغل وعم مسل سعيفي تعب سعيفي جهد بس علاقتي مع الناس اللي عم بشتغل معهم فيها نوع من التسلي والفرح لانك حب الشي اللي عم تعملي كأنه هالأوقات بحس حالي انو بتعب لما بروح بصهر او بقض مع ناس بدي جرب لقل الكلمة لقيت سيارة معهم لقيت حك معهم لا ما بعرف شو لا كيف بدي ققعد او كيف شغلي بينما بالشغل كمان عم بتسلى وعم ببسط فيها سعادة الشغل غير التعب مش الشهرة شو الشهرة الشهرة انو مرأت عالطريق وشوفكو ناس وتعرفوا عليها هدا ما بيعني لك شي حلوة حلوة هاللمسة تعنيلي بس كون اكيد انو هي عنية عنية لانو ساي انو بدو يحبوني ويسلموا علي وقلولي يشوف ذاكي على التلفزيون بس بعد لحظة بدو نيرجعوا هني لعالمون وانا رح ينسوني رح ينسوني لانو مش انا همون الحقيقة هني عندون همومون وعندون مشاكلون وعندون الناس اللي بتفاعلوا معهم اكتر مني لانو انا مش بقاعدة معهم كل الوقت في مشاهير كبار اخر حياتهم عاشوا بعزلة رهيبة والعزلة قتلتهم والفنان لازم ينتبه منها في لحظة على المسرح مش موجودة بالتلفزيون والسينما هي اللي بتعطيك نشوة غريبة الشكل وسعادة غريبة الشكل هي انت سائق بجمهور ولما بتنتهي من العمل وهالحرارة اللي بيعطيك ياها الجمهور من بعد بتخلص العمل اذا بتضاير خمسة عشر دقاية اربع ساعة بعد ذلك الوحب بروع عبيته وانت كمي بتروع عبيتك لازم الفنان انو يعرف حاله كل انسان منه حتى المتزوج من اللي عنده ناس الانسان بالنهاية بيخلق وحيد بيموت وحيد لازم يلاقي شي تاني يتكل عليه روحيا اكتر من الشهرة في اشي روحانيات لازم هو يستبد منها قوتو تا يستمر تا يستمر كل انسان منها